ودعني أستفسر منك هذه هي تعد الزيارة الأولى للرئيس الفيتنامي له في سلسلة بالتأكيد من زياراتي الخارجية بعد أن تولى الحكم بشكل جديد في البلاد كيف أنتم تنظرون إلى هذه الزيارة حينما يتوجه للصين في أول زيارة له وهو المعروف أن منذ زمن بعيد وفيتنام تؤكد على أنها تتبع سياسة الحياد في علاقاتها السياسية الخارجية كيف تنظر الصيني مثل هذه الزيارة؟ وبرأيك هي تخلت الآن على فكرة التوازن ما بين المتنافسين العملاقين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتنحو الآن إلى الجانب الصيني كما نعرف جميعاً الصين والفيتنام الثقافة العامة والقيم أيضاً مشتركة وفي التاريخ المعاصر الشعبان دعم بعضهم البعض في المقاومة ضد القمع الأجنابي وهناك صداقة عميقة في المقاومة والثورات أيضاً الزيارة للقادة للصين جذبت الكثير من الانتباه فطولما هو شخص يألف الصين وعمل في فييتنام في القطاع الأمن العام لسنوات وفي سبتمبر من العام الماضي زار السين كوزير الأمن العام والأمن العام للدولتين عقد التعاون الوزري في مكافحة القريمة وهو يعرف أن التعاون بين الدولتين القارتين مفيد للجانبين والبلدان أسست مع بعضهم البعض الثقة المشتركة في عملية التعاون وهذه المرة القادة ورئيس فييتنام يزور الصين في قائد للحزب الشيوعي في فييتنام ولذلك توقيت وتنسيق وتنظيم الزيارة يظهر أن فييتنام تهتم كثيراً بعلاقتها بالصين وفيما يخص الحكومة فالحزب الشيوعي في فييتنام يحتاج إلى أن يقوم بتعميق العلاقة مع الحزب الصيني للتعلم من خبرة الصين والتنمية ولرؤية التطوير المحلية في فييتنام بعد أن أصبح تيلام الأمين العام للحزب الشيوعي في فييتنام اختار الصين كوجهة أولى لزيارته الأولى ففييتنام لديها سلسلة من الحاجات الملحة فيما يخص التعاون بين الجانبين وتساعد في تحقيق الاستقرار من خلال من العلاقة لتحقيق تنميتها الخاصة وفييتنام تعرف أن الجيران عليهم أن يساند بعضهم البعض وأن يتعاون وأن يجد التوافق لذلك زيارة تيلام إلى الصين هذه المرة ترسل إشارات إيجابية للجانب الصيني وتروج للتنمية من التعاون الفعالي والبراغماتيكي بين الدولتين